شارك الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في حلقة نقاشية حول الأمن الإقليمي وتأمين السلام والاستقرار في المنطقة بجامعة هارفرد الأمريكية وأشار سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة في كلمته إلى موقف مملكة البحرين الراسخ بقيادة ملك البلاد المعظم في الحرص على إحلال الأمن والسلام العادل والشامل على الصعيدين الإقليمي والدولي ودعم الجهود الإقليمية والدولية للدبلوماسية في التواصل إلى حلول شاملة وعادلة ومستدامة للنزاعات والحروب كما أشار إلى أهمية كلمة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته التاسعة والسبعين التي أكد فيها سموه التزام من مملكة البحرين بإعلاء راية الدبلوماسية والحوار في تسوية النزاعات ونشر مبادئ السلام والتعايش مؤكدا على عمق صداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والحقوقية والاقتصادية والتقنية وحرصهما المشترك على ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي في إطار اتفاقية التكامل والازدهار الأمني الشامل